بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله أحببت أن أستمتع معكم اليوم من خلال رؤية وتأمل هذه الجوهر الحقيقة أيها الإنسان أنت تشرب عندما تشرب الماء تشرب جواهر حقيقة هذا من كرم الله عليك هذه الصورة أيها الأحبة هي الصورة لجزيئات الماء تشكل هذا الشكل يعني نحن إذا جئنا بجزيئات الماء وقمنا بتصويرها بطريقة معينة تظهر بهذا الشكل هل تصدقون ذلك؟ أنظروا أحبتي في الله يعني شيء أحجيب أنظروا هذه كلها طبعا هذه جزيئات ماء صغيرة متوضعة ومترابطة بطريقة فنية رائعة أنظروا هذه الأطراف السداسية شكل سداسي طبعا يذكرنا هذا الشكل أيها الأحبة أنظروا هنا لدي ضلع اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة ضلع هل يذكركم هذا بشيء؟ خلية النحل خلية النحل انظروا هذا الشكل تصنعه ذرات الماء وخلايا النحل الخلايا التي تضع فيها العسل تصنعها النحل سبحان الله طيب ما العلاقة بين هذا وذاك؟ هذه جزيئات الماء هذه نحن نعلم أنها خلقت في الكون لدينا هنا في الكون قبل مليارات السنين تشكل الماء حتى قبل تشكل الأرض تشكل الماء أيها الأحبة في الكون قبل مليارات من السنين بينما النحل مخلوق يعتبر حديث نسبيا قياسا لعمر الكون يعني بحدود 200 أو 300 مليون سنة أما عمر هذه جزيئات ما تشكلت قديما جدا طيب أنا أتساءل كيف جاء شكل هذه الجزيئات مشابها لشكل الخلايا التي تقوم بتصنيعها النحلات أنا ليس لدي إلا تفسير واحد أن المصمم واحد الذي صمم هذا الشكل هو الذي صمم خلايا النحل حقيقة يعني أيها الأحبة هناك الكثير في الكون من أشكال سداسية كثير من الأشكال سداسية أيها الأحبة ثم إن هذه الصورة يعني أنظروا هنا كيف تشكلت العلماء يقولون بالمصادفة يعني هل هناك إنسان عاقل يصدق أن هذه الأضلاع المتساوية وعددها ستة والشكل السداسي في الطبيعة أيها الأحبة هو من أقوى وأمتن الأشكال يعني هندسيا لو جئنا بشبكة مربعة أو على شكل مثلثات أو مثمنات أو خماسيات الأشكال أو غير ذلك سوف نجد أن الشكل المثالي الأقوى والأفضل والأسهل والذي يتحمل أكثر هو هذا الشكل طيب كيف علمت جزيئات الماء هذه التي لا تعقل أن هذا الشكل هو الأفضل فتتشكل وفق هذه المنظومة السداسية والله أيها الأحبة أنا لا أستطيع إلا أن أعتقد جازما أن الله تبارك وتعالى وضع هذه العجائب في مخلوقاته لتكون دليلا أولا لكل ملحد يرى من خلالها نور الحق والإيمان وصدق كلام الله تبارك وتعالى الذي قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين رقم اثنان أن هذا التصميم الرائع يزيد إيمان المؤمن هذا من كرم الله ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون لذلك الله علمنا عندما نرى آية من آياته في هذا الكون في هذه الطبيعة في هذا الخلق أن نقول كما علمنا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الغافلين وأن نكون من الذين يحمدون الله تبارك وتعالى كلما رأوا آية من آياته إنه سمع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر